تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على نظام حرب إلكتروني روسي متقدم جدا اسمه كوروسكا 4 وهو أخطر ما توصلت إليه التكنولوجيا الروسية في حرب التشويش والحرب الإلكترونية ما هو هذا النظام الذي تسعى المملكة العربية السعودية لاستخدامه خصيصا ضد الطائرات الحربية بدون طيار سواء الإيرانية أو الحوثية إنه نظام حرب إلكتروني جد متطور روسي الصنع بالكامل تم تصميمه وتصنيعه بواسطة شركة مصنع برينسياك الكهروميكانيكية يهدف إلى تحييد أقمار التجسس بالمدار الأرضي المنخفضة والرادارات الأرضية والرادارات المحمولة جوا مثل الأواكس على نطاقات تتراوح ما بين المائة وخمسين والثلاثمائة كيلومتر كما أن النظام قادر أيضا على إحاق الضرر بأنظمة الحرب الإلكترونية واتصالات العدو بشكل كبير وحاسم كما أنه يوجه ضد الطائرات بدون طيار تلقت وزارة الدفاع الروسية ولدفع من هذا النظام في نوفمبر من عام 2013 وأدخلته إلى الخدمة فور إكمال وحدات كوروسك 2 المستخدم فعلا من قبل الجيش الروسي زود هذا النظام الجيش الروسي بقدرات تشويش رادار قوية جدا حيث تم وصف كوروسك 4 بأنه أداة فعالة للغاية ضد الرادارات الطائرة مثل طائرة جوينت ستارك الأمريكية أو أقمار الاستطلاع مثل القمر الصناعي الأمريكي لاكروس كما أنه وسيل وممتاز للحماية والتهرب من المراقبة ومحاربة الطائرات بدون طيارة وهنا مربط الفرس بالنسبة للسعودية التي تعاني كثيرا من هجامات غضارة من هنا وهناك يتكون هذا النظام من برج كبير مثبت في الجزء العلوي من هيكل حماية خاص به مركب على ظهر شاحنة عسكرية من نوع كاماز حيث يتم توصيل هوائيين دائريين على كل جانب من البرج هناك أيضا الصاري التليسكوبي المتصل بهوائي آخر في الجزء الخلفي من البرج في حالة الحركة يتم وضع البرج داخل هيكل الحماية أما في موقع القتال فيتم إنزال اثنين من المتبثات الهيدروليكية على الأرض بهدف تثبيته على كل جانب من جانب الهيكل سيكون حصول المملكة العربية الصعودية على هكذا نوع متقدم وخطير من الكروسك 4 ضربة قوية لكل الأعذاء ضربة قوية وقاصمة لكل أعذاء المملكة الذين يحاولون في كل حين مهاجمة المملكة كانت آخرها التهديدات الإيرانية بضرب المملكة والتي كشفت عنها أجهزة الاستخبارات الصعودية وأحبطت نية الإيرانيين بضرب الصعودية سواء بالطائرة المسيرة أو الصواريخ الباليستية ولكي تعلم عزيزي المشاهدة همية هذا السلاح فقد احتفل الغرب حين قامت أوكرانيا باكتساب هذه الغنيمة في الحرب حيث أن هناك ضحايا وخسائر في الحروب بما فيها الغنائم ومن بعض هذه الغنائم قد تكون كنوزا لا تقدر بالمال تقول الصحف العالمية وبالدات وقت المعركة وهذا بالضبط ما حدث مع الجيش الأوكراني والذي استولى مؤخرا على نظام الحرب الإلكتروني الروسي المتطور لذلك قالت الصحف خصوصا صحيفة الدا تيليغراف البريطانية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية والغربية ستبدأ قريبا بفحص أسرار هذا النظام وتحديد مدى فاعلية المعدات الروسية في تتبع الطائرات خصوصا طائرات النطا ورجحت الصحفة يتم نقل النظام عن طريق البر إلى منشأة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا قبل نقله بالطائرة للولايات المتحدة لمزيد من التقييم والاختبار